بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد. هنتكلم النهاردة ان شاء الله يا جماعة عن خمس خواص بتخص الحروف الموجودة جوه سواء نكبره منصغره منكبر اول حرف نخلي كله هنشوف مع بعض الخواص دي كلها بازن الله. طبعا عشان هم خمس خواص وعشان الدرس ما يكونش كبير هم اصلا صغيرين جدا. الخمس خواص يا جماعة بيقبلوا قيمة واحدة اللي هي اللي هيتعاملوا معاه. والخمسة طبعا وظيفهم وريبا من بعض جدا. اول حاجة معايا اسمها ستر تو لور. ده اسمها يا جماعة عشان تبقوا عارفينها. بيصغل لك الحروف بتاعت كلها يخليها حروف صغيرة. مش كابتة يعني. هنشوف مع بعض يعني ايه كلام ده كله. طبعا السنتاجس بتاعهم كلهم بيقبل بالشكل ده. هقول له انا ستر بيساوي. زي ما انت شايفين هكتب انا جملة او الحرف فيها كابتل. هلو. اي لاو بي اتش بي سو ماتش. مسلا. وهاجه اقول له هنا لور بيساوي. سترينج تو لور كيس. مين اللي انا عايز اصغله الاستي ار بتاعي. وهقول له ايكو. لور بالشكل ده. اروح اعمل اشوف صفحتي زي ما انت شايفين كتاب لي هلو اي لاو بيتش بي سو ماتش. الحروف كلها يا جماعة صغيرة زي ما انت شايفين قدامك. يعني بصغر الحروف كلها خليها كلها سمول مش كابتل. عكسه على طول يا جماعة. عكسه على طول اللي بيكبر لك الحروف يخليها كلها ابر كيس. الابر كيس يا جماعة اللي هي الحروف الكابتل. يعني كأنك بتعمل كابتل يعني كابتل. كل الحروف تبقى كابتل. هقول له هنا سترينج تو بدل لور هكتب ابر. يبقى انا سترينج تو ابر هيكبر لي كل الحروف دي لو هي كلها سمول هيخليها كلها كابتل يا جماعة. شايفين? هلو اي لاف بي اتش بي سو ماتش. يبقى بعد الستر تو لور عندي ستر تو ابر. وبرضو بتقبل زي ما انت شايفين سترينج. وطبعا يا جماعة السترينج اكباري طبيعي ان انا اقول له السترينج لازم اقول له عليه عشان يعرف هيكبره ولا هيصغله لازم يكون عارف هو مين. طيب عرفنا السترينج تو لور والسترينج تو ابر وعرفنا دي بتصغر الكلام كله تخليه سمول وواحدة تاني بتخليك الكلام كله كابتل. عندي حاجة تاني اسمها ال سي فرست. وعندي يو سي فرست. بيعملوا اي دول? ال سي فرست. سترينج. انا هقول له هنا. هلو اي لاف بيتش بي سو ماتش. هخلي كله سمول يا جماعة. زي كده. كل الحروف بتاعتي هتكون سمول اصلا في السترينج الاصلي. بالشكل ده. هلو اي لاف بي اتش بي سو ماتش. وهاجي بدل ابر هقول له لا. هقول له فرست. وهنا. ال سي فرست يعني ايه? يعني ايه يا جماعة? ال سي فرست. هنشوف مع بعض. ال سي ليه اللور كيس. اللور كيس. اللور كيس اللي هو الحروف صغيرة فرست. يعني انا بقوله اول واحد عندي هيكون حرف صغير. بصوا معايا كده فرست. بصوا. كله صغير. طب لو انا جيت كبرت. انا ليه? غيرتو عشان اواريكو هو بيعمليه. لكن لو انا دست اتش هنا. هلو اي لاف بيتش بي بصوا معايا. صغرهولي برضو يا جماعة شايفين? اول حرف خلهولي سمول. هو انت كتاب له. يعني اول حرف عندي هيخليه. طب تعالوا نتأكد ان هو اول حرف من كله. عشان الناس يكونوا عارفين هل هو من كله يا جماعة? ولا من كل الكلمة. انا اقول له هايلو اي لاف بيتش بي. هخلي بيتش بي كلها كابيتل كده. وهرجع اشوف. بصوا يا جماعة كل حاجة زي ما هي. مالوش دعوة بيها. لكن اول حرف خلهولك سمول. هي دي فكرته. لور كيس فرست. عكسه على طول يا جماعة برضو هسيبه اسمه فرست. بس يو سي. يو سي فرست اللي هو ابر كيس فرست. اول حرف هيخلهولك ابر كيس. يعني زي ده بالزبط. لكن يو سي. يو سي هيخلي لك اول حرف ابر كيس. يعني انا لو خليت اول حرف ده سمول. اهو. هلو اي لاف بيتش بي واعمل خلى لي اول حرف كابيتل يا جماعة من طبعا يا جماعة مالوش علاقة ببقية الكلام. بصوا بيتش بي كابيتل طلع كابيتل زي ما هي. اول حرف كابيتل طلع اول حرف كابيتل. خليته سمول هيرجعه لي سمول هنا مالوش دعوة. هو ليه دعوة بفرست. بصوا. يو سي فرست. والسي فرست. طيب. عندي حاجة اخيرة وهي اجمل حاجة فيهم وهي اسمها يو سي وورد. اس. يو سي ووردز. يو سي ووردز يا جماعة. هو كتب لك ابر كيس ووردز. يعني اول حرف اول حرف فرست اوف اول مسلا. هقوله فرست اوف اول. مش فرست بس. فرست اوف اول. اول حرف من كل كلمة عندك في السترينج هيحولها لك لكابيتل. يو سي ووردز سترينج. كلمة هلو اول حرف هيكون كابيتل والاي واللاف والبيتش بي والسو والموتش كل واحدة فيهم يا جماعة هيحولك اول حرف لحرف كابيتل. يعني بيعمل كابيتلايز. بصوا. هلو اي لاف بيتش بي سو ماتش. اول حرف من كل كلمة كابيتل. دي الطريقة يا جماعة لو تلاحظوا اللي انا بكتب بيها اصلا اللي هي بعمل كابيتلايز لاول حرف من كل كلمة. بتعملك الخاصية دي. لو عندك براجراف كبير مليان كلمات كل سمول يحول لك اول حرف من كل كلمة في البراجراف ده لحرف كابيتل. بالشكل اللي انت شايفو ده اهو. مهما انت حولتهم مهما انت عملت فيهم اي حاجة. لو جيت انا هنا قلت له. هلو بيتش بي مسلا. اي لاف سمول. وبصوا تغيير اللي هيحصل هنا يا جماعة. هلو خلى لك اول حرف فيها كابيتل. بيتش بي اصلا انت حطيتها كلها كابيتل. فخلى لك كلها كابيتل ما غيرش فيها حاجة. اي نفس الموضوع. كلها كابيتل. خلىها كابيتل زي ما هي ما بيغيرش يا جماعة حالة الحروب. لكن بيخلي لك اول حرف كابيتل من كل كلمة. شايفين? هنا اهي. خلى لك اول حرف كابيتل. ليه انا كتبت لفض دي بالطريقة دي? عشان هوريكو انه هو ملوش اي تأثير على الكلام لجوه. هو يهمه اول حرف. بيدور على اول حرف. اول حرف يخلو لك كابيتل. وملوش ضعب الباقي لان الباقي اهو زي ما انت شايف. الا في حالة لو انا حولت ده كله بالشكل ده. يعني هوريكو حالا ده لو جيت قلت له بيساوي مين اللي هيحوله هيحول نفسه للور. وخلينا اتبعه لكم قبل ما يحوله. هقوله ايكو اس تي ار. ادي الايكو واحط عنده بي ار. اول حاجة هيطبع لي السترينج ده زي ما هو. بعدين هيحولهولي يا جماعة. اللي هي دي السترينج ده هيحولهولي لحروف صغيرة. شايفين? بعد كده هيطبع لي الوردس دي منه. اللي هي اول حرف هيخلولي كابيتل. بصوا ايه اللي حصل يا جماعة. السترينج الاصلي اهو. حولولي كله باللور كيس اللي انا عاملها. اللي هي اللور كيس دي. بعد ما حولولي راح عامل لي اول حرف كابيتل من كل كلمة اهو. هلو بيتش بي اي لاف سمول. من هنا. من اليو سي ووردس دي اللي انا شايفينها. وكده يا جماعة استخدمنا الخمس خواص في وقت واحد. وسهلين جدا ما تفهمش اي مشكلة. يارب يكونوا عجبوك ويكونوا استفدتوا بيهم بازن الله تستعملوهم كتير في تصغير اليوزر نيم لما يجي يدخل للداتا بيس هتحتاجوا تصغروا الاسماء. في ناس مش هينفع معها الكابيتل عشان الحروف تكون حساسة. ويارب يكون الدرس بسيط عليكم وسهل واشوفكم ان شاء الله في درس جديد. وشكرا.